ولد الكاتب والباحث ورئيس جهاز المخابرات العامة العراقية فاضل براك حسين الناصري الذي عرف بفاضل البراك في مدينة تكريت وذلك في عام 1942 ينحدر من قبيلة البناصر عشيرة البيكات من فخذ البموسى أكمل دراسته في سام الراء والتحق بحزب البعث عام 1958 التحق بالكلية العسكرية عام 1962 دوره الواحد والاربعون هو عضو في التنظيم العسكري للحزب في الكلية قام عبد السلام عارف بالسيطرة على الحكم في الثامن عشر من تشرين عام 1963 وحالت إلك الدورة إلى وظائف مدنية كونها تضم بعثيين عام 1966 قال فاضل في حوار مع مجلة ألف با إن أول مرة تقابل فيها مع صدام حسين كانت عام 1966 كان البراك برتبة ملازم أول في مقر الرشيد العسكري للبراك دور في ثورة عام 1968 بعد نجاح الثورة عمل البراك ضابط أمن القصر الجمهوري يقول صلاح عمر العلي إن البراك كشف محاولة انقلاب عرفت بمؤامرة داود عبد السلام الدركزلي وذلك في عام 1969 بعدها نقل ليكون مرافقا للرئيس البكر بعدها عمل آمر قوة حماية الإذاعة وأثناء عمله قام بكشف مؤامرة أخرى تسمى مؤامرة عبد الغني الراوي نقل البراك إلى روسيا عام 1970 بمنصب معاون ملحق عسكري ومسؤول تنظيمات حزب البعث في أوروبا الشرقية ومنسق بين أجهزة الاستخبارات ظهرت إمكانياته الاستخبارية أكثر عندما قام بشنق خليل الجزائري أمين تنظيم الحزب الشيوعي العراقي في الاتحاد السوفيتي حصل البراك على شهادة الدكتوراه من معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم السوفيتية بعنوان دور الجيش العراقي في حكومة الدفاع الوطني والحرب مع بريطانيا عام 1941 نقل فاضل البراك إلى بغداد عام 1976 مدير للأمن العام عمل على بنائها وتطويرها انتخب البراك عضو قيادة قطرية وتنازل لانشغاله كمدير للمخابرات وبقي عضو قيادة احتياط وعضو المكتب العسكري للحزب حصل على نوطين شجاعة في عام 1986 فضلا عن شارة الحزب عام 1989 نقل فاضل البراك من المخابرات إلى ديوان رئاسة الجمهورية رئيس الدائرة السياسية ومستشار الرئيس بعد احتلال الكويت يقول عبد الملك الياسين في لقاء تلفزيوني شكلت لجنة بأمر الرئيس صدام ورئيسها البراكة والياسين وعدد من أساتذة الجامعات أعضاء في اللجنة لتقديم رأي للرئيس صدام حول أزمة الكويت والتهديدات الأمريكية للعراق أوصت اللجنة بضرورة الانسحاب وخطورة الوضع حلت اللجنة وأحيل فاضل البراك على التقاعد عام 1991 مؤلفاته دور الجيش العراقي في حكومة الدفاع الوطني والحرب مع بريطانيا عام 1941 استراتيجية الأمن القومي آراء وأفكار تحالفات الأضاد المدارس اليهودية والإيرانية في العراق دراسة ومقارنة مصطفى البرزاني الأسطورة والحقيقة استراتيجية الأمن الداخلي أدار البراك ملفات إقليمية كشف بعضها وما يزال بعضها الآخر غير معروفة ذكر محمد حسنين هيكل أن البراك اجتمع في مدريد مع روبرت كيتس عندما أغري العراق لضرب الثورة الإيرانية وتم وعد العراق بإعطائه الكويت وأكد سكرتير الرئيس عبد الجبار محسن هذه المعلومة عرف الاجتماع بمؤتمر مدريد السري عام 1990 وقبل احتلال الكويت زار البراك لندن والولايات المتحدة الأمريكية موقف البراك من الحرب مع إيران يقول كان بإمكاننا أن نتلاف الحرب وأن نصل إلى اتفاق سلمي مع إيران لكن القيادة كانت قد اتخذت قرار الحرب كلف البراك بإعادة العلاقات مع ليبيا ونجح بإعادتها وتحييد الرئيس القذافي عن إيران بعد سنوات من دعم ليبيا إلى إيران استطاع البراك أثناء الحرب الأهلية اللبنانية أن يكون للعراق دور هناك وكانت له علاقة مع سمير جعجع والرئيس أمين لجميل أثناء مواجهة مال النفوذ الإيراني والسوري كانت له علاقة وثيقة بالقيادة الفلسطينية مع الرئيس عرفات وأبو إياد أشرف البراك على منظمة مجاهدي خلق الإيرانية إضافة إلى علاقاته مع رؤساء أجهزة مخابرات عربية ودولية هناك جدل حول وفاته في ظل تعدد الروايات منها القول بإعدامه عام 1992 بتهمة الخيانة حيث ظهرت شهادات رجال مخابرات وشخصيات تقول سبب إعدامه أو مقتله كان خلافه مع إخوان الرئيس ولمعارضته احتلال الكويت يقول العميد خليل إبراهيم معاول مدير المخابرات اطلعت على إضبارة قضية البراك لم أجد دليل أنه تورط بعملية تجسس وسبب إعدامه خلافات شخصية يقول سالم الجميلي إن البراك لم تثبت عليه تهمة الخيانة لكن أثناء التحقيق معه انتقد احتلال الكويت وأرسل شريط جلسة التحقيق إلى الرئيس وكانت كافية لإعدامه يقول البعثي طالب السعدون أن الولايات المتحدة أثناء عاصفة الصحراء بحثت عن بديل لصدام وطرحوا مواصفات تتطابق مع البراك يذكر سليمان الفرزلي أن البراك أحد القلائل في عهد صدام الذين كانوا ينتقدون شواذ وشوائب النظام علنا وذكر نزار الخزرجي أنه نصح البراك بأن يطبط لسانه ويلزم الحذر في كلامه عن سياسات النظام ذكر بعض الباحثين أن حسين كامل حسن وسبعاوي إبراهيم الحسن كان سببا وراء تصفيته بسبب الغيرة والحقد على مكانته عند الرئيس وتم تنفيذ الإعدام في منطقة سلمان باكة في موقع تابع للمخابرات وأن مقتله حصل بدون علم صدام بعد مشاجرة ساخنة بين البراك وحسين كامل وسبعاوي وأن حسين كامل قتله بمسدسه الشخصي وعندما علم الرئيس بمقتله استشاط غضبا على حسين كامل ولم يرضى بتبريره وقصته وكتمها في نفسه وقال إنه خسر بذلك فارسا من الفرسان الشجعان أما الموقف الرسمي لصدام حسين فأنكر إعدامه وقال باستشهاده في مهمة سرية وتم اعتباره شهيدا من الطراز الأول مما جعل هذه الرواية هي الراجحة عند بعض الباحثين والمؤرخين وفي ختام هذا التقرير لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة لكم مني أطيب الأمنيات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته